تعد مواجهة المعلومات المضللة التي تنشرها أجهزة الدعاية الروسية إحدى أولويات القناتين الرسميتين في أوكرانيا قناة دوم للبث إلى المناطق المحتلة مؤقتاً وقناة يو اي تي في للبث الخارجي مهمة العمل الإخباري هذه تناقش اليوم في ندوة مفتوحة عبر الإنترنت بعنوان كيف تخبر العالم بالحقيقة عن أوكرانيا يقول القائمون في منصة البث الإعلامي الحكومي أن مخاطبة الجمهور بلغاتهم الأجنبية يعد أمراً حيوياً ومؤثراً في صناعة المعرفة وإيصال الحقائق نحتاج لإيصال الحقيقة عن أوكرانيا وأن نعمل على تقديم صورة واقعية وصياغة موقف محايد لدى المتابعين نهدف لتسهيل عودة سكان المناطق الخارج عن سيطرة الدولة مؤقتاً إلى الفضاء الوطني والتقليل قدر الإمكان من تأثير عواقب العدوان الروسي وحملات التضليل الإعلامي الموجهة إلى العالم إن مواجهة المعلومات الزائفة والتصدي للحرب الإعلامية الموجهة ضدنا هو جوهر سعينا الإعلامي وللمساعدة في دمج الناس الموجودين في المناطق المتاخمة لروسيا وتحديداً في المناطق المحتلة علينا أن نظهر لهم خطاباً ديمقراطياً ونقدم لهم إجابات عن الاحتياجات التي يواجهونها